طبعا مسألة الصلح ورؤية دار الإفتاء لمسألة الصلح مسألة الصلح والمصالحة الشاملة لكل الليبيين هي مسألة تعتبر من الأولويات في دار الإفتاء وقد كانت دار الإفتاء سباقة لهذا الملف ربما في ثنائي الحلقة سأذكر بالتواريخ كيف كانت بالأدلة كيف كانت دار الإفتاء سباقة في الوقت الذي كان لا يستطيع أحد في ليبي أن يتكلم على الصلح والتصالح بين المتخاصمين رؤية دار الإفتاء تقوم على ركائز مهمة هذه ركائز مستنبطة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل السلف الصالح ومن عمل السلف الصالح في مثل هذه المواقف ربما نأتي بخلاصة رؤية دار الإفتاء هو مستنبط من قول الله عز وجل فاتقوا الله وأصلحوا دات بينكم ثم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيح الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالة أو أحل حرامة فإذا في هذا الحديث نستطيع أن نستنبط أن الصلح الكامل هو خير بشرط أن لا يحل حراما إلا حراما وأن لا يحرم حلالا ثم عندما ندرس أو عندما نتلو قول الله عز وجل وإن طايفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا الركيزة المهمة الثانية التي هي من رؤية دار الإفتاء أن يكون هذا الصلح بمقابل العدل والعدل يقوم على ثلاثة ركائز الركيزة الأولى أنه لا تزير وزيرة وزر أخرى فلا يعاقب أهل قوم لذنب جاني واحد ثم النقطة الثانية أو الركيزة الثانية فيها الركيزة الثانية فيها عدم التستر والدفاع عن الجاني من قبل أهله أو من قبل قبيلته هذه ركيزة هي لرؤية دار الإفتاء فيها والركيزة الثالثة هي القصاص أو العفو من أولياء الدم هذه هي بخلاصة رؤية دار الإفتاء